بجديد مستودعات قل صقر لا تزال السلامة العامة أساس بمقاربة الملف خاصة أنه خزنات المحروقات من البطون هي تحت الأرض ومطمورة بالطراب ولهيد الغاية عين اليوم النائب العام الاستقناف بالبقع القاضي منيف بركات وقضية التحقيق الأولى بالبقع بالإنابة أمانة سلامة ورئيس فرع المعلومات بالبقع العائد توني صليبة الموقع من أجل إجراء كشف ميدانة قضائيا تقدم المحام صخر الهاشم بوكالته عن مرون السقر بطلب للنياب العام التمييزية لسحب مغزون البنزين وبيعه بالسعر الرسمي حيث وافقت النياب العام التمييزية على الطلب وأحيل الكتاب للمديرية العامة للنفط لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع فرع المعلومات معلومات الـ OTV بتشير بهيدا السياء إلى أن الهاشم تقدم بالطلب باعتبار أنه لبضاعة المخزنة يوجد فيها فوتير شرعية من الشركات المستوردة فبالأنون يصار إلى مصادرة البضاعة إذا كانت موضوع تهريب أو يتم المتاجرة فيها بالسوق السوداء أو ما بيملك صاحبة فوتير رسمية يعاول وكيل السقر على أن المخالفة بالقضية هي نجمة فقط عن مخالفة شروط التخزين وعدم حيازة رخصة أنونية للتخزين بالإضافة لجرم الاحتكار بالموازات وبالإضافة لموضوع المحروقات برز اليوم ملف جديد بحق مارون الصقر شقيق إبراهيم الصقر فالوزير السابق وائل أبو فعور غرد عبر تويتر وأشار إلى أنه زود المدعي العام بالبقاع القاضي منيف بركات معلومات يأمل أبو فعور من خلاله أنه يساعد التحقيق بما يتعلق بكمية الأسمة دي اللي اكتشفت إنه مخزنة عند السيد مارون الصقر وطابع أبو فعور وقال أكرر الدعم كان عملية نهب كبيرة ومنظمة ويجب التحقيق مع المحتكرين ولكن أيضا يجب فتح التحقيق مع الوزارات المعنية والإدارات يلي كان بعضها شريك بيلي حصل ورح نتابع الأمر كحزب حتى النهاية عبر القضاء معلومات الأوتيفي بتشير إلى أنه الحزب التقدمي الاشتراكي وبناء على قانون الحق بالوصول للمعلومات تقدم للوزارات المعنية ومن بين الاقتصاد والزراعة بكتاب من أجل معرفة من استفاد بالبضاعة المدعومة وكيف تمت عملية التوزيع حيث وبعد الحصول على الأجوبة سيصار لتقديم إخبارات أمام القضاء المختص